تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين أقباج يرافقها دكتور جيرمي هوب كونز ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونسيف بالقاهرة الأنشطة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة رقم 53 لمعرض القاهرة الدولية للكتابة والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية ويستمر حتى السابع من فبراير الجاري أوضحت القباج أن المعرض إحياء وتأكيد على أهمية الثقافة وتعزيز السلوك الإيجابية وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة الحالية لمعرض الكتاب حيث تقام أنشطة الوزارة تحت شعار مصر بتتغير للأفضل وهي الحملة التي أطلقتها الوزارة بدعم من القيادة السياسية لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري خاصة أن الثقافة والوعي جزء لا يتجزأ من شخصية المواطن المصرية